أهلا بحضراتكم السادسة والعشرين لقمة المناخ التي تعرف اختصاراً بكوب 26 يجتمع زعماء العالم في محاولة يراها خبراء المناخ الأخيرة لإبقاء الاحترار العالمي عند درجة ونصف الدرجة المئوية خلال القرن الجاري القمة تعقد بحضور نحو 200 من قادة دول العالم الذين يشاركون لبحث قضايا التأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية والتزامات الدول تجاه الحدي من انبعاثات الكربون كما تستهدف التوصل لإجراءات حاسمة للحد من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ قمة جلاسكو ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لإبرام معاهدات دولية ملزمة تهدف إلى خفض الانبعاثات الحرارية وإبقاء ارتفاع درجة الحرارة عالمياً في نطاق يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه وهو ما يأتي كمحاولة لدفع مخرجات القمة الماضية التي عقدت في ديسمبر من عام 2020 والتي انطلقت بالشراكة بين الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالشراكة مع تشيلي وإيطاليا حيث جمعت القمة 75 زعيماً من جميع أنحاء العالم مثلت خطوة كبيرة مهمة إلى الأمام أعلن كل قائد عن التزامات جديدة بما في ذلك الإسهامات المحددة على المستوى الوطني بشكل جديد ومحسن استكمالاً الجهود الدولية في هذا الصدد جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الرابع عشر من سبتمبر عام 2021 لمناقشة التحديات العالمية بما في ذلك خطط التعافي من وباء كوفيد-19 والتصدي للتغيرات المناخية تعتبر هذه القمة كوب 26 أول قمة دولية تعمل على مراجعة مدى تقدم أو تراجع الدول التي وقعت على اتفاقية باريس مع تحديد الأهداف المطلوبة من الحكومات للحد من الأزمات الخطيرة التي تسهم في تغير المناخ اتفاقية باريس 2015 والتي وقعت عليها 183 دولة نصت على ما يلي تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة من زيادة انتاج الطاقة المتجددة الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين اثنتين مع وضع هدف عالمي لإصالها إلى درجة ونصف الدرجة المأوية الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ الأمم المتحدة بدورها كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن ارتفاع الكوارث الطبيعية بصورة غير مسبوقة وأصبح العالم معها يواجه ظاهرة نوبات الطقس المتطرف هكذا إذن ينظر إلى قضايا تغير المناخ باعتبارها قضايا أساسية وجوهرية في مستقبل الكرة الأرضية وكوكب الأرض يتعين التعامل معها بمزيد من الحضر والإنصاف تقاسم الجهود بشكل عادل بين الدول التي تتسبب في أزمات تغير المناخ والدول التي تحمل بالفاتورة الأكبر